ما هو التعصب؟ ولماذا يتعصب المتعصب؟ ما هي علاقة المتدين بالتعصب؟ لماذا يتدين المتدين؟ لماذا هذا المتدين نفسه دائما نجده متشددا عنيفا لا يقبل التراجع ولا يقبل الحوار ولا ينفع معه أي دليل وأي برهان في كل حال من الحوال؟ ما هو سر هذه الرغبة في التشبث بقضايا يعرف الجميع أنها لن تؤدي إلا إلى الهلاك أو الخراب أو الفتن بين الناس؟ هذه الحلقة ستحدث عن هذا المتعصب والمتدين الذي يرفض أن تطلق عليه صفة التعصب فكونوا معي أصدقائي مناسبة هذا الكلام أصدقائي العزاء هو هذا الحديث المستمر عن النقاش مع المسلم الذي يسمى المسلم الكيوت أنا لا أعني المسلم تحديدا إنما أضربه مثالا على التعصب والتشبث بالإيمان بقضية محددة رغم أن هناك أدلة كثيرة تنفيها هذا الأمر لا أتقصد فيه المسلم أو الدين الإسلامي بل أقول بأنها ظاهرة عامة بين البشر الدين دائما المسيحية أو الإسلامية أو أي دين كان أو أي تعصب أو أي عقيدة دائما يوفر هذه الفرصة للتعصب فأني وشة نظر أنا بأن أقول بأن هذا التعصب هو حاجة إنسانية ليست حاجة لها علاقة بالمنطق والعقلانيات وضرب الأمثلة وتقديم الأدلة الدامغة التي لا يمكن أن يأتيها الباطل من قدام ولا من خلاف فهذا المثال أنا دائما أفضل أن يكون دليل على الفرضيات التي أطرحها حول موضوع الدين وحول سبب الرئيس الذي يجعل إنسان متدينا وما هو الدين بالأصل يعني هل إن الدين هو ظاهرة تحتاج إلى تفسير أنه إنما هو تفسير لظاهرة هذه المسألة راح أوضحها في هذا النقاش عادة ما نرى على سبكات التواصل أو في حياتنا اليوم دائما نصدم أو نلتقي مع ناس نناقشهم في قضايا نعرف بأنهم ليسوا على استعداد لمراجعتها بأي شكل مشكال فمثلا قدما تناقش أحد المسلمين المتعصبين أو المتدينين جدا عندما هو يؤمن بمسألة معينة تقول له مثلا هذا الحديث هو كذا وهذا الموضوع يعني موجود وأجمعت عليه الأمة وأجمعت عليه الرواة وما إلى ذلك يقول له هذا الحديث موضوع أو مختلق عندما تثبت لأنها يتفضل هذه الرواية موجودة وهذه أمهات الكتب ما في غيرها يعني هي الكتب كتب الإسلام مثلا إنها 10 رغم 11 كتاب أساسية البقية كلها فروق معينته واشتقاقات واشتدراكات وما إلى ذلك وتهذيبات وما إلى ذلك فبالتالي ما يقول له هذا حديث ضعيف دولا هاي روايات نحن لا نصدق به هاي روايات تثبت له صحة الحديث والرواية تقول لك لا بعد ذلك الدماء ينحشر في الزاوية يقول لك لا هذا هذا حديث غير ملزم أو أنت لم تفهمه جيدا آآ يا بتقول له هذا التفسير آآ فلان تفسير البخاري أو شرح أو مذكور في البخاري وصححه وحققه ودققه الذهبي وما إلى ذلك وتروح له يعني كلهم ابن حجر هذا يعني ابن حجر ما يعجبه الذهبي ما يعجبه آآ وعشرات الأسماء المهمة ما يعجبه ماذا تفعل له تقول لك لا هذا هذا غير ملزم لي وهذا مثلا وحتى تقول له يعني في كل عقصة الهوية لك هذا ليس من القرآن أعطني من القرآن بعدما تجيب له آية أو آيات يقول لك لا أنت فاهم الآيات غلط يعني مثلا إذا ضربنا مثال آآ فرضا آآ غزوة الأوطاس مثلا المسلمين الغيارة النشامة الأبطال المجاهدين غزوا عن الناس وكانوا نائمين آآ في الظلماء في الغزوهم وفي لحظة آآ 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 صحى الرجال وهربوا من مواجهة خيول المسلمين فكانت النتيجة أنهم سبوا الأطفال والنساء وعادوا آآ ب آآ بغنيمتهم وإلى الرسول فقالوا له هذه النساء احنا آآ يعني آآ ازواج نهربوا فأحنا يعني كان مفروض نقتلهم حتى بعد ذلك يصير من حقنا أن ننام معاها ونمتلكها آآ ملكا خاصا بنا كما نمتلك يعني الماشية فقال كانت هناك إشكافة استغربوا كان هناك ترجد يعني الأخلاق الجهلية كانت تمنع سبي النساء أصلا فعندما أتل بدأت الدعوة المحمدية وبدأت الغزوات الإسلامية العظيمة بدأت هذه بدأ من الجائز سبي النساء وهذا كان عرف لقرون أنه لا يجوز سبي النساء في أي حالة من الأحوال وهذا قليل الناس يأرفون في هذه المسألة لكن أشرح الرسول التشريع الثاني بعد ذلك مضى أبعد واللي استغرب المجاهدين أنفسهم قالوا أنه كيف ننام معهم وأزواجهم موجودين فنزلت آية حسمة الموضوع وقالت بأنه هو النساء وما ملكت أي معنى فبالتالي أنت ممكن تملك بيدك بإدراعك بقدرتك على البطش وعلى العنف وعلى الغزو الآخرين والسلب حالهم ومالهم فمن حقك أن تفعل به ما تشاء نزلت الآية وانتهى الموضوع فهذا قضايا لا تناقش موجودة بالكامل ليست مسألة سرية على كل حال عندما تأتي مثلا هذا مثال فيقول لك لا أنت فاهم الآيات غلب وهذا أنا لا ليست ملزما بما يقال تجيب لتفسير عشرين وابنة أخيرة يعني لا جدوى يعني هو لا يمكن أن تصل معه وفي الأخير أنت توقع نفسك في مشكلة معه قال لك لا أنت حاقد على الإسلام أنت تحارب الله ورسوله قال لك يا بأو هذا الكلام عندك ماذا أنا فعل لك قال لك لا أنت تمسوس أنت يحول الموضوع إلى مهاجم هجوم شخصي عليه السؤال لماذا يعني عندما أنت تشعر بين هذا الموضوع وأنت طبعا هناك كثير من الناس الذين يعني هذا الموقف يرثير أعصابهم بدرجة غير ما أقول لأنه أنت تقول له هذا اللون أخبر قال لك لا هذا مش أخبر هذا أبيض فماذا تفعل له فهذه القضية يجب أن نفكر بها بعمق عادة للناس أو كثير من الملحدين على الملاحدة مثلا كما يقول أتباع الشبهات والذين يطلقون وينشرون الشبهات طبعا أنا ربما واحد من المتهمين لكن أنا لا ناقش الموضوع أنا عادة أسمع هذا الكلام ويشنأ به بعض الغير المتدينين على المتدينين المتعصبين أنا برأيي أنه هذا يستدعي التسال ويستدعي الفهم وليس يستدعي لا يستدعي النقد المتدين أو المسلم متدين أو المتعصب أو الذي يعاند يمارس الأنات ويرفض الواقع ويرفض الحقيقة وبدلا من أن يتقبلها ويقول هذا هنا عليك فيه إشكال هذا الموضوع أنا صحيح متدين ومؤمن لكن لا يفعل هذا الشيء لماذا؟ هذا السؤال هو المهم لأن إجابة على هذا السؤال هو الذي يجعلنا نفهم ما نحن فيه نفهم الإشكالات الأساسية التي تعيشها مجتمعاتنا ونفهم أيضا ليس المجتمعاتنا فقط نفهم الإنسان في عمق أعماقه ما هو هذا الإنسان مما يتكون ما هي مشاعرها لماذا يتعصب أحيانا لماذا يتمسك بقضية يعرف جيدا بأنها غير معقولة أو يرفض حتى أن يفتح عينيه ويتمعن فيها ويحاول دائما أن يبقى على ما هو عليه هذا السؤال المهم الذي يسعفنا في فهم ما نحن وأيضا يسعفنا ونعلك طبعا يواجهنا آخرين من هذا المتعصب من هذا المتعصب نفسه الذي يرفض الواقع ويرفض الحقيقة نفسه بالتعليقات ربما يكتب لماذا تثير هذا الموضوع ما الغاية من إثارة هذا الموضوع أنت تريد أن تدس السم في العسل ولا يناقش الموضوع نفسه هو حال حال الذي يرفض الذي يستغرب هذا الموقف من المتعصب يعني في جميع الحالات أو جميع المواقف على اختلافه هناك احتجاج وهناك تعصب وعنات فبالحالتين نحن لم نفهم شيء أنا الآن أحاول أن أقدم تفسيرا لهذا الأمر تكونوا معنا جوابي على هذا الأمر هو ببساطة يقول بأن هذا المؤمن أو المتدين أو المتعصب هذا في خصية حاشا هذه الأسئلة لأنه السبب لأنه لا يحب هذه الأسئلة أنه يريد لا يريد أن يفكر في هذه التفاصيل ودائما يحاول يتهرب من هذا الحشر في هذه الزاوية والسؤال هو ما معنا لماذا يتصرف بهذا الطريق لأنه يريد أن يعيش كما هو يعيش كما كما أولد كما تعود في البيئة التي هو عليها فيعتبر هذا الشخص الذي يناقشه في هذه القضايا يعتبره مصدر فتنة ومصدر أرباك ومصدر أيضا خلق بالنسبة له هو يريد أن يبقى مرتاحا على وضعه وأنت تأتي وتتحرش به وتقول له كذا وكذا فبالتالي يقول لك أنا خليني يا عالم أنا خليني مرتاح فهو الأسباب كثيرة أما أنه يريد يبقى نفسيا مرتاح يبقى محافظ على وضعه في علاقته مع الآخرين لا يريد أي شيء يعكر صفوة أيضا هناك أمر مهم جدا ربما هو أدى مصالح مع عائلة أو مجموعة من العائلة عنده مسؤوليات في دولة في وظيفة في مؤسسة أو هو شخص مهم في عشيرة أو في قبيلة يعني أسباب كثيرة جدا هو بالتالي هو شخص موجود ضمن هيكل أو منظومة جماعية فبالضرورة هو محكوم بهذه المنظومة لا يريد أن يدخل في إشكالات وأنت تأتي وتتحدثه وبالنسبة لك عادة من المفكر أو الشخص الذي يبحث ويناقش هذه الأمور عادة يظن بأن الآخر يبحث عن الحقيقة مثله هذا الوهم دائما الذي يصيب الكثيرين خاصة ممن يعتقد بأنه مفكر وأنه يريد أن يفكر ويفهم الأحداث وما يجري الناس جميعا أغلب الناس لا يبحثون عن الحقيقة هذا الوهم الذي يؤدي إلى أشكالات كثيرة بين الناس خاصة بين المتعلمين وغير المتعلمين أو المتعلمين المتعصبين الأمر المهم اللي دائما نقول حتى عندما يتناول الباحثين هذه القضية يقول لأنه لهذا ليس متعصب أنه هذا لا يمثل الدين وما إلى ذلك ويقول هذا التعصب حالة مرضية هو بالحقيقة هذا الكلام غير صحيح الدين أو المؤتقد دائما هو موجود لأن يوفر حاجة للإنسان الإنسان يحتاج أن يكون متعصبا لمسألة محددة يحتاج أن يدور حول ثابت معين وغض النظر عن حقيقة هذا الثابت وأهميته هو يريد أن يشعر بالاستقرار يشعر بأنه ينتمي إلى قضية محددة وهذا الانتماء ربما عمل عليه لسنوات ولفترات طويلة أو عاش حول هذا الانتماء وهذه البيئة التي يولد عليها يعني بالضبط الشخص ولد في بيت وترعرع فيه ونشأ وهذا المكان أصبح لديه في كل زاوية ذاكرة وقيمة وهذا الأمر هو نفس يحدث عندما إنسان يولد في بيئة ثقافية وفكرية ومعرفية هو أشبه بالولادة في بيت أنت نشأت فيه حياتك لفترة طويلة جدا خاصة فترة مبكرة من حياتك التي يعني نشأت طفلا وأصبحت صبيا أو فتاة نشأت ولدت بنت وكبرت وأصبحت شابة والولد أيضا يصبح شابا ومراهقا هذا الفترة الطويلة هو يبني هذا البيت الروحي أو البيت المعرفي في ذهنه الذي هو يعني يولد الروابط بين الأفكار والمفاهيم والقيم والعادات التي تعلم عليها وهذا رح يصير شبكة مترابطة مع بعضها أنت تأتي وتحاول أن تربك وتهز أركان هذه الشبكة المتراصة المترابطة هذا شيء لا يمكن أن يتقبل الإنسان بسهولة أيضا هناك رغبة أكيدة عند الإنسان عادة وهو أن التعصف حاجة طبيعية عند الإنسان يعني ليست هي كما يقول الباحثين عندما أقرأ الباحثين يحاولون تفسير لماذا التعصف وهذا التعصف من سببه وهذه الظاهرة هل هي كيف لنا أن نكافحها لا لا يمكن مكافحها لأنها حاجة أساسية لا أحد يعترف بأن هذه قضية أساسية داخل الإنسان ولو لم توجد هذه القضية أساسية لما استطاع الإنسان أن يكون جماعات ويكون قبائل ويكون عشار ويكون أريان ويكون دول ويكون أن ينشى الإنسان بدون وجود تعصف أو دافئ للتعصف بداخله هذا التعصف جزء أساسي من الإنسان وعلينا لا اعتراض بهذه الحقيقة هذه المسألة التي يجب أن نتفهمها عندما نجد هذا الشخص الذي يرفض النصات إلى الحقائق الدامغة التي تنكر أو تنفي ما يؤمن به لفترة طويلة فهذا إنسان وبالحقيقة ليس غبياً أو أصماً أو أبكماً أو لا يفهم لا هو بكل ما بالأمر هو لديها نقطة الارتكاز الأساسية التي يرفض الخروج منه أنت تريد أن تضيعه حسناً أنا اقتنعت بكلامه معناتها سترميني يعني حال سأعيش حال السقوط حر يعني أشبه بالشخص الآن أنا أعيش على هذا الأرض على أرض مستوية ففي لحظة معينة هذه الأرض المستوية قد نكون هي أرضية الفكرية أو الأرضية الثقافية أو المعرفية التي أنا أفهم بها العالم وأحلل فيها ما أراه وأستوعى فيها ما أراه وأحول هذه المدركات الخارجية عبر الأجهزة الحس الخارجية وأحولها إلى معرفة داخلي ونظام للعلاقات وهذا طبيعة الدمار هكذا يعمل هذا أنت تجي تريد أخذ تطبع على طريقة محينة في التلقي والاستجابة والأخذ والرد والفهم والتحليل والمناهج الفكرية التي أسير عليها أنت تريد تدمرها أشبه بشخص أنا أمسير على أرض وفي لحظة أنت تريد أن تفكك هذه الأرض السلبة التي أقف عليها الأرض الصحيحة فيها مشاكل التي أقف عليها الأرض الفكرية أقصد ونضرب بمثال الأرض الحقيقية هذا الأرض التي تحتي أنا أحس بها تتريد يعني تحاول أن تهسها وتفكك أواصرها وتزعزها وتجعلها تهتز من تحتي وبالنتيجة ستنهار تحتي لهذا السبب عندما أتحدث مع هؤلاء المتعاصمين عندنا شوف الذين الذين يفكرون كثيرا الملحدين خاصة والملاحدة والأصحاب الشبهات هؤلاء أغلبهم ينتحرون وفعلا كلام صحيح يعني هو على حق عندما يتحدثون هؤلاء بهذه الطريقة لأنه يعتقد بأنه هو يعني هو عندما يصدر حكم على الآخر الذي يفكر والمجغول بهذه المسألة هو يعتقد بأنه بأن هذا الشخص سيعاني مثله يعني يتحدث بما يخافه يعني فيصم الآخر بما يخافه منه أي أنه يصدر عملية إسقاط عكسية مع الآخر فبالتالي هو يشعر بأن الخروج من هذا يعني comfort zone أو البيت الراحة هو الذي سيؤدي له تزاز كل شيء فبالتالي تعصبه حاجة أساسية هذا الشيء الذي يجب أن نأتر به لماذا نرفضه ونا أيضا السؤال آخر لماذا أغلبية الناس ترفض هذا لماذا عندما تقول له أنت تعلمت وتربيت على الكراهية هذا الدين الذي نشأت عليه هذا الدين يحث على الكراهية بل أنه لم ينجح في البقاء إلا بسبب هذه الكراهية التي زرعها في قلوب أتبعه وإلا كيف له أن يتعصب ويدافع عن دينه ولماذا يدافع عن دينه لأنه يوفر له هذه الحاجة للتعصب والانتماء للآخرين وأيضا يوفر له فرصة لممارسة العنف لممارسة العنف ليست مسألة غير مرغوبة بالعكس هي الحاجة الأكبر للإنسان أن يمارس العنف ممارسة العنف ونضح الطاقة العنيفة التي داخل الإنسان مسألة أيضا حاجة طبيعية للإنسان وعندما يقولون أن الدين حاجة طبيعية للإنسان أو هو دين الدين هو الفطرة بالحقيقة العنف هو الفطرة العنف ممارسة العنف أو إسقاط العنف على العالم الخارجي ومحاولة كسب الأشياء من العالم الخارجي سواء أشياء أو أحزار أو كائنات أو بشرا هذا الإسقاط على هؤلاء والاستغلال الآخرين هو بالضرورة حاجة لدى الإنسان حاجة تشعره بالنصر عندما أنا أشوف الكتاب التفسير يتحدثون عن غزوة أو طاس تجد أنهم مسألة طبيعية بالنسبة لهم وحتى المتدينين عندما يعني عندهم الغزوات يقتل ويذبح ثم يذهب إلى بيته يتعاطف مع طاله بشكل طبيعي ويتعامل مع زوجته ويضحك ويبتسم ويذهب يصلي وأيديه يخسل أيديه من الدماء التي قتل بها الناس ودبحهم وقطع رؤوسهم وكأن الشيء لم يكن هذا علينا أن نرى الواقع بشكل دقيق عندما يخرج مثلا الشيخ الأسهر ويفتخر بأن هذه الأمة الإسلامية التي فتحت العالم القديم من إسبانيا إلى الصين ماذا تفهمون من هذا الكلام يعني تستنكر البعض استنكروا هذا الكلام أنا لست في معرض استنكار إنما علينا أن نفهم هذا شيء يفتخرون به لماذا يفتخرون به وأن شيء كام من داخل الإنسان علينا أن نفهمه وعلينا أن ندركه وعلينا أن نعرف حقيقته وعلينا أن نحت قبل كل شيء أن نعترف به علينا أن لا نواريه وندعي أننا لا نراه أو أنه حالة مرضية تستحق الإلاج وطبطب على يكتاف وخلص خلص يعني على طريقة أمي خلوها مستورة يعني لا تفضحونه وهذه المستورة دمرت حياتنا ودمرت مستقبلنا أنا تعلمتها في الغرب أنه عندما تواجه مشكلة الغرب كيف تتطور إنما يعترف بمشاكل يعترف يعترف بأخطاعة يعترف حتى على مستوى الأفراد فلو كان أخطعت بفلاشة هذا خطأ هذا عندي مشكلة أنا مريض كذا أنا أحيانا أشياء مخجلة جدا يعترفون بها فلو كان لا هم تعلموا ضمن نظمة التربية والتعليم أن يعترفون بواقعهم وقال لك أنت مثلا عندك مشكلة بالتأتي مثلا أو عندك مشكلة كذا أو عندك كذا روح عالي نفسك لا تطمطمها ولا تلفلف الموضوع المهم بعد الفاصل سأحاول بعد الفاصل أن أقدم وجهة نظر كثير من مفكرين في هذا موضوع التعصب وكيف قدموا رآهم الخاصة حول هذا الموضوع فكونوا معنا ما هو جوهر التعصب التعصب هو عادة أو في رأيي أخذ على مفهوم التثبيت الذي أفترضه دائما وأفهم من خلاله ما يحدث أعتبره هو أداتي المفهومية التي تجعلني أفهم وأفسر سبب سلوك الأفراد وتصرفهم بطريقة معينة وأحاول أن أحلل هذا المفهوم من خلال يعني أضعه وأطبقه على كثير مظاهر الإنسانية أو حتى ما يتعلق بالحياة والوجود بأكمله فبالتالي عندما يتعصب الإنسان وبالضرورة يحاول التمسك كما قلت على ثابت هذا الثابت هو بالضرورة يثبت نفسه داخله وهذا الثابت بالخلال يستطيع المقارنة والتحليل والمقاربة والتوازي والذهاب والإياب من خلال هذا الثابت وهذا الثابت ربما يكون ثابت إلهي ديني إيماني هو بالنتيجة دائما توجد إسقاطات له داخل الذهن فممكن يكون حجر حجر مثلا يعبده الناس أو كلمة توافق الناس على عبادته وهكذا بالتالي هو يتحول إلى انقياد عاطفي داخل الإنسان لهذه المسألة فالمسألة تصبح عاطفية كيانية وليس مسألة عقلانية تتفوق على التصور العقلاني للأمور فبالتالي هذا اللي يجعل المفكر أو الباحث أو الفيلسوف أو أي إنسان لديه رغبة بالمعرفة والتحقق من الأشياء ومنطقة الأشياء هذا يجعله يعني عاجزا عن فهم ما يجري حوله لا يعرف كيف يتعامل مع شخص من هذا النوع هذا اللي يخلينا نفهم أيضا كيف نتعامل مع الناس بهذا الشكل هو أشبه بالمدمن والإدمان الموجود عندما إنسان يضمن على الخمر أو يضمن على التدخين أو يضمن على بعض الناس يضمن على أشياء عجيبة غريبة لكن هذا الإدمان هو أيضا إلى مصدره نفس المصدر الذي يجعلك مدمنا هو نفس المصدر الذي يجعلك متدينا أو متعصبا لا فرق بين الحالتين لأنك دائما تريد أن تثبت نفسك المدمن ثبت نفسه بشرب يتعود على الشرب يوميا هذا الثابت الخاص به المتدين ثبت نفسه على هذا الإله رجال الدين يعرفون هذه الحقيقة بل هم خبراء أكثر البشر خبرة في هذا الأمر ويوفرون للإنسان هذا الثابت الذي يبحثون عنه وبل يجعلونه يغذون هذا التثبيت حتى بعد ذلك يصبح هؤلاء مثل المدمن على الخمر يعني مجرد أن تمنع عنه الخمر يثور ويغضب فدائما توفر له هذا الإيمان فيتحول رجل الدين أو الكاهن الأكبر دائما يتحول إلى هو أشبه بالأب أو الوصي الذي لا يستطيع الأتباع الاستغناء عنه هو المادة التي يتغذون عليها روحيا يعني المدمن يتغذى على الكحول مثلا المادة فئلية الموجودة حقيقيا لكن المؤمن أو المتعصب يتغذى على الغذاء الروحي الذي يعطيه لهذا المدمن الديني المدمن الديني تراه دائما يسمع آيات يرتل يقرأ كلمة قرآن هي أصلا معناها الترتيل من القراءة يعني يعني هو لا تعليم معنى معنى أنه الإسم القرآن ككتاب بأكمل لا هي أنه أنه نزلناه قرآنا يعني معناته أنه هذا آية أو نص تقرأه تؤيد قراءته بلسانك صوتيا فهذا المسألة القراءة هذا معناها فبالتالي أن مسألة التكرار هذا يوفر غذاء للمتدين والمؤمن ومع التكرار يتحول إلى إيقاء في الذهن ثابت وهذا إيقاء ثابت داخل الذهن يصبح مسألة أساسية وغذاء أساسي لا يستطيع المؤمن الاستغناء عنه دائما يقولك أنا أنا أسمع القرآن مثلا أو أسمع الإنجيل أو أسمع التراتيل أو أسمع القداس أو أدور أطوف حول الكعبة أو أطوف حول المزار أو حول المرقد هذه العملية الدورانية هي تولد ثابت داخل ذهن المتدين المتعصف هو أشبه بالدوران حول يعني بالغذاء يعني أنت متعود على غذاء معين أنت بعد ذلك تعود على غذاء روحي معين وهذا تسميت الغذاء الروحي يعني هي ليست اعتباطا إنما فئلا هناك غذاء روحي هذا الغذاء لا تستطيع استغناء عنه تصبح مدمنا عليه أنا أسمع الآن أصعد تكسيات في صعيد بعض الدول العربية كلهم يشغلون القرآن كله ما حد يسمع القرآن تفتح الدكان يشغل القرآن لماذا لأنه هو لا يسمع وليس القضية إنما تعود هذا غذاء الروحي اليومي تعود على هذه الخلفية الصوتية بهذه الطريقة وأصبحت جزء لا يتجزأ من الغذاء الروحي وبالضرورة بعد ذلك أعمق من هذا أصبح الثابت الذي لا يستطيع استغناء عنه وهو أشبه يعني تصبح كالكرة الأرضية يدور حول الشمس فهو أيضا الإنسان المتدين لديه هذا الرغبة بأن يدور حول شيئا ما أو الدوران حول شيئا ما بالضرورة هو دائما يخلي دائما يدور حول مركز معين وهذا هو الثابت فالثابت الذي يثبت الناس وحتى الكلمات الدينية هذا الخالد لماذا يقول الله خالد هو قادر على كل شيء المطلق ما هو المطلق هو الثابت لماذا الله خالد الذي لا يموت أو مثلا هو باقي للأبد ثابت لا ينقص هو كامل وفي كل شيء كامل فهو معناته لا ينقصه شيء هذا هذا الثابت نفسه يعني معنى عندما يقول الله الصمت هو الله الذي لا لا يمكن أن يكون شيء آخر دائما هو هذا الثابت الذي أنا أطمح له وأحاول أن 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 أتمثله في ذاتي أو أرجع إليه في كل من الملمات التي أمر بها لهذا في بعض التعليقات اليوم قلت بعض التعليقات عندما تحدثت عن الدين بعيون هيكل وفرويد وماركس واحد من التعليقات يقول الفلسفة حكمة الأغبياء هي فعلا بالنسبة إلى حكمة الأغبياء وهي التي تولد التي هو الضياع بالنسبة إلى وهذا الضياع الذي ليس مثل هو الضياع كما يقول وهذا ويقول ما أجمل حكمة الله في كتاب الله العزيز الحكيم فيقول لا تصدقون من لا فائدة من الفلسفة هؤلاء لهم ألف رب وراب وهؤلاء كلهم نهايتهم ما انتحار أو شيء من هذا قبيل قبل أن نستعرض نظريات أو أقوال المفكرين حول موضوع التعصب وأيضا من ضمنهم التعصب الديني طبعا الجزء الأساسي من عنده التعصب العقائج عموما لا بد أن يشير إلى ما طرحته الباحثة أو الفيلسوفة حنا أرندت هي طرع ممتاز عن موضوع التفاهة الشرع أنا عندي وشة نظرة بهذا الأمر فحواها بأنه يتقول بأنه هذا الشخص الذي ارتكب جرائم عظيمة اللي هو أدولف أيشمان أيشمان اللي حاكمه يعني ارتكب جرائم النازية وكان هو مشرف على عمليات حرق اليهود في الغرف الغاز تقول بأن هذا الشخص شافت راح تسوى التحقيق للصحيفة وذهبت إلى محاكمته في القدس في سنة ثلاثستين وقالت استغربت أن هذا رجل يتحدث بشكل طبيعي ورجل طبيعي جدا مثل حال حال أي إنسان آخر لكن هو قال أنا يعني أنا عبد المؤمور بما معنا أنا نفذت أوامر ولا أكثر قالت أنه هذا يعني واضح أن هؤلاء أنه الذين يرتكبون جرائم فضيعة في حق البشرية هذول يعني لا يسلكون سلوكا صادرا عن شر عن شر متأصل فيهم إنما كان هذا الشر حسب وجهة نظر حنى أرندن أرندت اسمها متعب أرندت بالألماني نابع من تفاهته في تنفيذ أوامر المسؤولين النازيين الكبار بالتالي هذا هي خلقة صنعة مفهوم تفاهته أنا أعتقد لا الموضوع ليس هكذا أن هذا الشر التافه أنه هناك رغبة داخل الإنسان لأن يمارس الشر وهذا ممارس الشر أو ممارس العنف وليس الشر الشر كلمة يعني مفهوم مختلف لكن هو العنف أو مفهوم العنف أو الفعل العنيف هو والأجواني هو الحاجة الأساسية للإنسان بالتالي حتى أن تتوفر هذه الحاجة تحتاج أن تتعصب لشيء ما وحتى يجد هذا العنف طريق للخروج من داخل الإنسان خاصة أن هذا الإنسان مشكلته يعيش داخل الجماعة فكيف له أن يفرر هذا العنف لا لا يستطيع فبالتالي لا بد أن يتوحد مع الجماعة أو يتصارع معهم أو يشكل أصابات داخل الجماعة وبعد ذلك يفوز يعني تشكل مجامي داخل الجماعة نفسها وينتصر أحدهم من هو الأكثر قدرة على ممارسة العنف هذا الحال نفس تكرر مع الحكومات السلطات الأمبراطوريات عندنا ضربنا مثال الرسول الكريم أيضا في مكة بدأ واحدا بعد ذلك هاجر وقطع طريق على القوافل وشكل جماعة وشيء فشيء وشكل فرق اختيالات يعني اشتغل شغل عنيف صرف وقال رزقي تحت رمحي يعني فبالتالي بعد ذلك انتصر لماذا لأنه أثبت بأنه كان أكثر عنفا من الآخرين وما زال الإسلام انتشر بسبب هذه السياسة بسبب هذا التحول بين يعني الاستغلال الجانب العليف داخل الإنسان وتطويره وتنظيمه وهذا الجانب العنيف ليس يعني الدين الإسلامي الذي استخرج إنما هو موجود بالطبيعة داخل الإنسان كل ما في الأمر أنه تم توظيفه بطريقة ممتازة وبيح كل الشيء يدخل على النساء حتى لوقت النزواج نام معاهم ما في مشكلة أنت بعد ذلك حتى ذا متت أنت بعد ذلك ستحصل على سبعين حورية وهكذا لك خمس الغنائم من تقتله اقتله خذ امرأته و أولاده وأيضا خذ امرأته وتعتبر لك حلالا زلالا بلالا فماذا تجد أكثر من هذا هذا كل فتح قنوات لتمرير العنف الكامل داخل هذه النفوس وتحالف معها شيء آخر أن هؤلاء بحاجة لأكل بحاجة لغذاء ليس لديهم عمل في صحراء قاحلة ما أتمحى الآخر غير أن يمارسون العنف بأبشع صورة وأوسع إمكاناته الأمر الذي يثير التساعد وهو أكبر سؤال هذا العالم حاولت أن نبحث عن جواب إلى ما وجدت أنه لماذا عندما أنت تدعي الشر أو تمارس الشر تدعي الرحمة والتسامح والطيبة والأخلاق الحميدة هذا الأمر يعني يثير الاهتمام أنا أعتبر أنه سأقدم لجواب لكن أعتقد جواب ليس بكافي لكن ممكن أن يؤشر إلى مفاتيح للجواب الصحيح أو جواب المقبول أنا أعتقد أنه المشكلة هي ليس في أن هذا الشخص مثلا عندما تحدث حنة عن تفاهد الشر وأن هذا الشخص مجرد أدى أو استجاب على قرار السلطة والمؤسسة التي يعمل لديها أو فرضت عليه فبالتالي أنا أعتقد لا هي المسألة أكبر من هذا بكثير فهنا عندما نشاهد الرجل هو رجل مخلوق وطيب وممكن أن يتعامل مع ولاده مع الناس بحب وموده وبشكل طبيعي لكنه في الوقت نفسه يمارس الشر هذه العملية تم تغذيتها بشكل ممتاز لأنك عندما برأيي عندما أنت تربي الكلاب المتوعش أو عندي حلقة عن كيف المجتمعات تربي الذكور الأدوانيين والنساء اللواتي يربي أن أولادا يصبحون رجالا أدوانيين بأقصى درجات الأدوانية لكي يحمل قطيع ويشراف بإشراف رجال الدين هذا الأمر يطلب يطلب تربية مزدوجة أولا تطلب أن يكون هذا الإنسان العدواني البالغ الشر والأدوانية أن يوظف أدوانيته لصالح الجماعة ولصالح المؤسسة التي أو الحاكم أو العنيف الأكبر أو الذي استطاع أن الحاكم المتغلب بالتعبير الديني الإسلامي هو يثبت يقدم الولاء لهذا لكن هذا الحاكم الأكبر أو المتسلط أو الكاهن الأكبر هؤلاء جميعا يحاولون تهذيب هذا الكائن العنيف لأن هذا الكائن العنيف يجب عليه دائما أن يدعي الرحمة والتسامح ويجب أن يكون لطيفا رغم أنه يختلف أشنع الأعمال لابد أن يدعي دائما بأنه طيب وليس يدعي يجب أن يصدق بأنه طيب لماذا لأن هذا الأمر يساءت في عادة إنتاج النظام هنا هذه المسألة المهمة عندما يقول لك بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد كلمة عنف بها الرحمن الرحيم لكن عندما تتأمل داخل العبارة الرحمن الرحيم يعني هناك أناس مخطعون دائما دائما هناك جميع الناس على خطأ لكن هناك الذي يرحمهم ويجب أن ينفذون هذه الرحمة بناء على أمر الحاكم أو الإله أو رب القطيع فهذا الأمر متواشج مع بعض فبالتالي أنت تجد هذا الشخص هو بالغ الطيبة ومتسامع والناس تستغرب كيف يمكن أن يكون هذا النفس الذي يقطع الرؤوس يعني فبالتالي تشوف هذا الشخص هو رحيم وطيب ولطيف لكن هو في الوقت نفسه قاتل أما إذا تضح بأن هذا الشخص مجرد قاتل ويستمتع بهذه العملية بدون أن يكون الجانب الآخر المتوفر فهذا الشخص رح يكون وجوده خطر جدا ومدمر للجماعة لا يمكن أن تستمر لجماعة لأن الجماعة تحتاج إلى نوع من الأواصر الأخلاقية المحترمة التي لا يجوز التجاوز عليها يجب أن يكون هناك نوع من التوادد والرحمة والتسامح بين أفراد الجماعة القطعية وإن كانوا أدوانيين جدا هذه العملية التوازن بين الحالتين لنا الأخلاق التي نسميها أخلاقا هذا الذي يجعل هناك دائما مسافة غريبة وعجيبة وغير مفهومة بين الأخلاقي وبين الديني أو القطيعي فدائما تسمى هناك عبارة اسمها أخلاق القطيع أنا أعتقد هذا المفهوم يحتاج إعادة نظر وإعادة إعادة تحليل وتفكيك لهذا المفهوم ووضعه في إطار جديد مختلف عن الإطار القديم أنا ما يحضرني أخلاق القطيع الآن كمفهوم ما يحضرني يعني فحواء الدقيقة ليحتاج راجع الموضوع حتى أعرف ما المقصود بأخلاق القطيع بالضبط يعني ممكن أنا أفكر بالموضوع الآن على السريع لكن حتى أكون دقيقة ما راح أتعجل أستعجل في هذا الأمر فبالتالي الأخلاق يبدو التي انتشرت بين الناس أو تنتشر بين الناس أو التي توارثها الناس هي ليست أخلاق حقيقية بالضرورة دائما الأخلاق تجلس فيها شيء غريب وشاذ وفيها فيها خلل ما دائما فعندما أنا كنت أقول بأن الأخلاق تسبق الدين وهذا صحيح لكن هل أخلاق بحد ذاته هي هي تمتلك قيم أخلاقية حقيقية ماذا أخصر بحقيقية أخصر مثلا عندما تقول قيمة الصدق قيمة الكذب قيمة الرحمة التسامح وما على ذلك هذه هل هي كانت موجودة حتى باستراب لا يوجود لدين مؤسساتي أو دين يعني متماسك نوعا ما وله يعني مظاهره الأساسية من رقوس متكررة تعاليم نصوص دينية إله واضح المعالم إذا افترضنا هذا الدين غير موجود فموجود أخلاق أنا سمي الأخلاق هي الدين البدائي الذي هو مجموعة يعني مثل الفيروس مجموعة جينات وحماض أمينية وخلاص الدين هو خلية متكاملة فيها دين اي وفيها نوات ونوية وفيها بروتينات يعني عالم شامل وكامل وضخم جدا الأخلاق هي مثل الفيروس الفيروس الأول البسيط الكائن الدقيق الذي هو مجموعة حوامض أمينية ومجموعة سلاسة من الـ RNA هذه الأخلاق هي أيضا بالضرورة هي تحمل النفس الشرير أو النفس الذي يتطلب وجود حالة التوازن بين أن يتماسك القطيع عن طريق التراحم فيما بينهم وأيضا أن يكون متماسكا بطريقة شريرة فيما بينهم ضد الآخرين هذا التحالف المزدوج أو الوجهين هو مثل وجه الفرد مع الجماعة ووجه الشر مع الخير هذا يتطابقون فيما بينهم ويتواجدان سوية دائما ونجد بعد ذلك أن الأخلاق التي موجودة هي أخلاق مظهرية لكن في الأمق هي أخلاق عنيفة هدفها الرئيسي تمرير شحنة العنف داخل الإنسان بأتبار كائن يعني بايولوجي مجموعة يعني كائن عبارة عن جسد يبحث عن ما يقيم أوده وبأي طريقة كانت وإلا يعني قرض وانتهى هذا الكلام كله حين خلينا نرجع إلى أصل الموضوع بأكمله وهو لماذا هذا المتدين أو المتعصر يرفض الإنصات إلى ما يتنافى مع قناعاته الخاصة هو هذا السبب كما قلت أنه هذا الجانب الأخلاقي هو يعرف يعني باللاوعي ربما بطبيعة يعني جزء من طبيعة الإنسان الغريزية أنه المسألة بالنسبة لكما قلت ليست أن يفهم وليست أن يدرك حقاق الأمور وليست أن يحللها بطريقة صحة إنما هو عليه أن يمرر هذا الجانب العنيف داخله عندما تأتي أنت وتغلق الطرق أمامه أنت ترتكب عملا خطيرا بالنسبة له وهو ليست المسألة أنه يقول لك خليني مرتاح أنا ولا أريد أن أشغل نفسي فقط لا هناك أمر آخر وهو أنها أنت تفعل شيئا يعني مثل هناك طاقة موجودة على الإنسان وأنت تأتي وتحاول تحجيمها والسيطرة عليها بالضبط أشبه بقط وتغلق الباب عنها فهذا القط هو يعني راح يتجنن عليه فلا تغلق الباب دواجه دحه دحه يصرف طاقته الأدوانية وهو يعني نهار مثل الحمم موجودة داخل الإنسان وهذا الحمم ملتهبة وتريد أن تخرج أنت ما لا تفعل تقول له هذه الحمم غير منطقية غير عقلانية وهناك أدل على أن الحمم هذه هي أو النار المتوقدة في داخلك هي نار هذه يعني مكتسبة وليست حقيقية وتتفلسف بالموضوع وتثبت بالدليل الدامغ أنها هكذا وحتى لو صحت فوق هذا ليس هذا الموضوع أنا عندي مشكلة أريد أطلح هذا النار هذا العنف اللي بداخلي هذا الوحش الذي بداخلي يبحث عن غذاء أنت تأتي وتفسد كل شيء فهكذا الأمر هو علينا أن نفع بهذه القضية وإلا فإحنا رح نظل دائما نظل دور في هذه الدوامة الأخلاق قبل الدين والدين قبل الأخلاق وهل أن الدين هو شرير وهل أنك تعصب والتعصب حالة مرضية وننتسأل هذه الأسئلة ويظن ندور في هذه القضية كما يدور الثور حول الساقية لكنه لا أحد يسأل ما هو في داخل الثور ما هي الساقية لماذا الساقية ضرورية لماذا ندور حولها لماذا من أين يأتي هذا العنف الذي يطبح على التاريخ البشرية بأكمنه لماذا نحن متحاربون مع بعضنا لماذا في أبسط حتى الناس يعيشون في داخل البيت واحد تجد هناك السراعات فيما بينهم لماذا ما هي هذه الطاقة النووي الخاص يعني هنا طاقة العنف هي أقوى من الطاقة النووية الموجودة داخل الذرات يبدو نحن كالكائنات ننطو على مئات المليارات تريليونات الذرات والنو والنيو أو نظائر المشعة التي تشعع عنفا ويجب أن تشعع المسألة ليست في الانسان ولا هي طبيعتها نظائر المشعة هذا هو يشعع يعني هذا يبقى أحيانا مئة مليار سنة أو مئة مليون سنة بعض النظائر المشعة هناك أراء كثيرة حول موضوع الشر هناك مقولة أو بيت شائر الشهير لجبران خير جبران يقول فيها يقول فيها الخير في الناس مصنوع إذا جبروا والشر في الناس لا يفنى وأن خبروا أيضا هناك طبعا هذه القصيدة بمطلع قصيدة في قصيدة المواكب والفكرة مالتها أنه هذا الخير هو مصنوع إذا جبروا والشر في الناس لا يفنى وأن خبروا يعني هو موجود حتى لو تم وضعهم في القبر فهذا الشر موجود باقي بين الناس حتى مهما كانت التجارب مرة والأصل دائما يقول في أنه إنسان هو الشر أما الخير فلا يقوم إلا به الإنسان عندما يعني ما معنى يبحث عن مصلحة من بسببه هو طبعا مفهوم الخير والشر هو مفهوم تنائي وعندما نقول بأن الخير هو ما يكرهه القطيع أو ما تكرهه الجماعة والشر هو الذي ما أو بالعكس قصد الشر هو ما تكرهه الجماعة وليس أما الخير فهو ما ترغب به جماعة بالتالي القيم هذه راح تتنوع بهذه الطريقة ومثلا أنت عندما تقطع رأيس الدجاجة لتأكلها على هذا فعل خير أم شر فأنت لو سألت الدجاجة عن رأيها قالت لك رأيها بصراحة فهذا الموضوع يوضح المسافة بين الخير والشر هناك أيضا مقولة مثلا اللي أيضا أو حيان التوحيد مثلا قال أنه الشر متأصل عند الإنسان وأيضا أنه مزيج من الخير والشر للإنسان عموما وأيضا يعني أيضا جون جاكروس عندما قوله عن أنه اعتبر بأن الشر هو كل ما يفعله الإنسان يعني لا وجود للشر في الكون ولا في الطبيعة ولا في أي مكان إلا الشر موجود فقط بما يتعلق بما يفعله الإنسان أيضا مقولة شهيرة لهوبس بكتابة يقول أن الشر الإنسان ذئب لأخيه الإنسان طبعا جون جاكروس عندما فكرة بأنه يقول إنسان بطبيعة خير عكس هوبس لكن يقول المجتمع هو الذي يفسد هذا الإنسان وأنا برأيه يعني وضحت لكم في البداية رأيي بالموضوع بأنه هذا المتعصب حتى لا نروح بعيد موضوع الخير والشر أنا أقول حتى هذا المتعصب لأن هذا الشرير أو الجانب الجانب الأدواني في داخله هو هذا الجانب الذي يجب أن ننتبه له وهو ما ممكن إصطلاح عليه بأنه هو الشر فهذه الطبيعة الموجودة داخل الإنسان والذي يتحدث عنها جون جاكروس يقول إنسان خير بطبيعة أنا أعتقد لا أليس الأمر هكذا الإنسان هو شرير بطبيعته وموجود بداخل الخير لكن الخير موجود قدما يريد أن يضفي صفة على الجماعة التي يعيش فيها أي معنى آخر أنه أنا موجود داخل جماعة هاي الجماعة لا يمكن أن أبقى فيها لم أقدم أو أساهم فيها بطريقة أو بأخرى هاي المساهمة تنبع من الطاقة والإرادة العميقة بالداخلي لأن أمارس فئلا عنيفا ضد العالم والأشياء من حولنا أما هناك جماعات أخرى نسطو عليهم أو نسلبهم حقهم أو ندافع عن فقنا أو نعمل سوية ونتشارك فهذا العمل هو بطريقة أو بأخرى وعمل عنيف فيه قوة فيه شدة فيه صلابة فيه بمعنى معاني شر أو فعل الشر فالفعل الشر هو ليس بالضرورة سيئا بكليتها الفعل الخير هو الجانب المصنوع داخل الإنسان الخير هو الجانب الذي يبحث عنه الإنسان لأنه حتى يجيد التعاون مع الآخرين حتى يجيد التعاون مع الآخرين هو بحاجة إلى الخير فبالتالي إذا افترضنا وجود الشر وإذا افترضنا بأن الشر هو موجود دائما عندما توجد الجماعة وهذا كلام العكس هو الصحيح الخير هو الذي يوجد مع الجماعة بينما الشر هو موجود بطبيعتك الدين يأتي لكي يستثمر الحالتان يعني يستثمر الخير داخل الإنسان لتوحيد أواصر الجماعة وأيضا يستثمر الشر الموجود بطبيعته داخل الإنسان لكي يستثمر ضد الآخرين ويجعل القطيعة أو الجماعة متماسكة لكنه في الوقت نفسه يدعم الخير ويدعم التسامح ويدعم التراضي بين الأطراف جميعا لكنه هذا بحدود مدروسة بينما في أي لحظة ممكن هذا الدين أو السلطة الدينية تمارس الشر بأبشع أشكاله لمجرد أي خلاف أو أي اختلاف ويصبح عند ذلك الخير في خبر كان عن فعل التعصب أيضا وعلاحة بالشر لا بد أن نتحدث قليلا حول التعصب هذا الإنسان هناك مثلا السوسيولوجي اسمه برونير يقول بأن أو تساءل عن مدى اعتبار فعل التعصب ممارسة لاعقلانية أي أن هل ممكن أن نقول هذا التعصب مسألة لاعقلانية هذا الأمر يعني يعتبر يعني كأن هذا الشيء يناقض الفعل العقلاني ويقول أن الفعل الفرد المتعصب في الواقع هو الذي يرتبط منطقه على نحو غير مشروط بالعديد من القيم في الآن نفسه مما ينتج عنه بروز سلوكيات معادية للمجتمع هذا معناه أنه يقول أنه مؤلم السلوكيات أو المؤتقدات التي يتمنىها المتعصب هي دائما تأخذ أو تكتسي بحمولة فكرية ثابتة ومغلقة وغير متناسقة نسبيا هذا الذي دائما يجعل المتعصب بؤرة أو مركز للسلوكيات العنيفة إلى حد أن يصل إلى أن يرفض ويقصي أي آخر يعترض طريقة أو ينابزه أو يزعجه كما يزعج المفكرين المتعصبين ويثبتون بالحجة خطأ موقفهم هؤلاء يضطرون إلى إخصائهم بالقوة فقط لأنهم مختلفين عنهم دينيا أو أرقيا أو ثقافيا أو سياسيا بالتالي هذا يبرر وجود الدين لأنه تحت تبرر العنف فعندما يقول هو نفس التحليل ما لا تقول بأن المتعصب دائما يكسي أو يضفي على طبيعته العنيفة والمتعصبة يضفي عليها حمولة فكرية تبرر ما هو عليه فبالتالي إذا ما تفسد هذه الحمولة الفكرية أنت تدمر كل شيء فهذه يثير عصابة أكثر ويضطر بعد ذلك إلى إلغاءك وهذه الفكرة دائما يدخل الدين ليش لا يتفاهم متعصب ويرفض كل آخر لأنه هو بالأصل يريد يبقى الوحدة لا يريد أحد يزعجك وهذه هي طبيعة الإنسان المنفرد عندما تكتل تتكتل أيضا هذه الطبيعة نفسها وتتحول من الصيغة الفردية إلى الصيغة الجماعية وعندما تسير صيغة الجماعية قوة جبارة قاهرة تشكل لنا فيما في النهاية في النهاية ما نسميه دينا أو عقيدة أو حركة أو أو دولة أو جيوز جرارة يقودها أحد القادة الأدوانيين جدا مثل تجيكيس خان هولاكو وغيرهم بالمهم شكرا جزيلا أصدقائي أني طولت في هذا الفيديو وأتمنى راح أكمل موضوع التعصب وعلاقة بالتمييز والتعصب وعلاقة بالشعوب المختلفة وأيضا التعصب في الأصور القديمة البداية والأصور التاريخية والأصور الحديثة فيما سيلا؟ أقل جزيلا